اشتركوا في القناة ومشاهدين الكرام حياكم الله من تلفزيون دولة الكويت والقناة الرياضية نحييكم ونقدم لكم برنامج تكتيك هذا البرنامج سيكون طوال بطولة خليجي 25 المقامة في الجمهورية العراقية وتحديداً في البصرة من خلال هذا البرنامج سنتحدث عن الأمور الفنية لجميع المباريات مع محللين إن شاء الله راح يكونون متواجدين معنا من خلال هذا البرنامج بداية باسمك عزيز المشاهد أرحب بضيوفي لهذا اليوم المدرب الوطني الكابتن عبد العزيز حمادة حياك الله كابتن عبد العزيز سعيدين بتواجدك معنا من خلال هذا البرنامج ساك الله أبو معادة مسي عليكم مسي على كبتن ثامر عناد مسي على طاغم البرنامج وعلى المشاهدين الكرام حياك الله أيضا مدربنا الوطني الكبتن ثامر عناد أسعد الله مساك سعيدين تواجدك معنا في هذا البرنامج مساك الله أبو معادة مسي عليكم على طاغم العمل أسعد المشاهدين ولكبتن الكبير أبو محمد عزيز حمادة وإن شاء الله نثري هذا البرنامج معاك يا أبو معادة حياكم الله تواجدكم أكيد رح يثري هذا البرنامج وأمور فنية أكيد نحن نتحدث عنها مدربين وطنيين كنتم متواجدين من خلال بطولات سابقة في كأس الخليج وأكيد طبعاً أمس كان الانطلاقة وافتتاح هذه البطولة بطولة خليجي 25 وانطلاقة مباريات هذه طبعاً الجولة الأولى أمس كانت المجموعة الأولى طبعاً من خلال مواجهتين الأولى العراق وعمان المبارات الافتتاحية التعادل السلبي والمبارات الثانية السعودية وفوز على المنتخب اليمني بهدفين مقابل لاشين اليوم أيضاً طلقت المجموعة الثانية البحرين يفاز على المنتخب الإماراتي بهدفين مقابل هدف البحرين حامل اللقب والمبارات الثانية لهذا اليوم منتخب قطر يفوز على منتخبنا بهدفين مقابل لاشين مبروك لجميع المنتخبات اللي حققت الثلاث نقاط هاردلك لجميع المنتخبات اللي خسرت مواجهاتها من خلال المجموعة الأولى وأيضا المجموعة الثانية وكل يعني نقول هاردلك لأيضا الجماهي الرياضية الكويتية وهاردلك لمنتخبنا الخسارة أكيد سنتحدث عن جميع المباريات لكن في البداية خلنا نتحدث مع ضيوفنا عن طبعا حفل الافتتاح خليجي 25 البصرة وأكيد يعني كابتن عبد العزيز حمادة تابعت هذا الحفل عطنا رأيك بما شاهدت من خلال حفل افتتاح خليجي 25 طبعا بداية أمس عليكم بالخير الافتتاح كان يعني واحدة من الأمور الحقيقة الواحد شدتها يعني رغم أن فيه أمور أتت بعدها يبقى أن الافتتاح طبعا سمى من سمات البطولة الناجحة نحن نتكلم نقول الآن نحن قاعد نعيش ما شاء الله منذ شهر 12 من تقريبا من 18-12 نحن قاعد نعيش أيام منديالية كروية كذلك الآن نحن أيضا نتبع بعد كاس العالم قاعد نشوف دورة الخليج مع فرق النسبي بينهم ولكن هي كرة غدا في الأول وفي الأخير قاعد نتعايش مع هذه الأيام اللي أنا قاعد نشوفها من أمتع الأيام خاصة أن الواحد في هذه الأيام كروية جدا حتى أننا قاعد نطالع للمباريات متعدين عن الدوري الإنجليزي متعدين عن الدوري الأسباني لكن يتبقى أن الأهم من ذلك هو روابط العلاقات والمودة والصداق والحب اللي تجمع شعوبنا نحن كخليجيين نعم كابتن تامر العناد يعني فعلا الجمهور العراقي متعطش لقامة واستضافة بطولات على أرضك وتحديدا خليجي من 1979 أخر استضافة للعراق لهذه البطولة أمس حضور جماهيري كبير في حفل افتتاح وهو عنصر أبو معاذ من عناصر نجاح هذه البطولة هو الجماهير نحن شفنا حتى مبارات منتخب الكويت اليوم وشفنا الملعب فل يعني أنا صراحة تفاجأت حتى بحفل افتتاح وتفاجأت حتى بالحضور الجماهيري ودايما أي بطولة تبيها تنجح لازم يكون فيها حضور جماهيري مثل ما شفنا احنا بطولة كبيرة بطولة كاس العالم في قطر الجماهير هي نكهة كرة الغدم هي نكهة البطولة هي أساس نجاح البطولة فأنا أعتقد أنه على حضور الجماهيري البطولة نجحت قبل أن تبدأ نعم تحدثنا كيد عن حفل الافتتاح اليوم سنتحدث عن أربع مواجهات فنيا مع ضيوفنا راح أبدأ في أول مباراة وهي كانت مباراة الافتتاح المنتخب العراقي أمام المنتخب العماني والتعادل السلبي بدون أهداف ما بين الفريقين كبتل عبد العزيز حمادة يعني هل التعادل كان عادل ما بين العراق و العمان؟ شوف جرت العادة بأن يكون دائما صاحب مباراة الافتتاح هو صاحب الاستضارة أنا أعتقد أن الأمور السيكولوجية أو النفسية هي من أثرت بهذا الشكل يعني أنا بيتكلم على أن فريق العراقي أنا في رأيي هو واحد من أقوى يعني من أقوى الفرق الأسيوية وبالمنطقة على مر العصور عندما تأتي وتلعب مباراة الافتتاح بالتأكيد سيكون الجانب النفسي أكثر من الخططي اللي هو التكتيكي وأكثر من البدني نتيجة لأن اللاعبين يعني فيه تغيير كبير أنت فاهم صحيح لاعبين نفسهم نحن قاعد نشوف فيه عناصر خاصة أنه في محظمهم قاعد يلعبون في دوريات ثانية فبالتالي العنصر النفسي كان مهم جدا داخل وأثر ذلك بالسلب على الفريق العراقي برات كان صراحة للأمانة يعني ما توقعت أن تكون بهذا المستوى خاصة أنه يعني أنا أقول دعمك الجمهور وهو سلاح الأرض والجمهور وهو سلاح كبير خاصة في المبارات الفتاحية لكن أبناء السلطانة أكدوا أن الوعي التكتيكي لي وهما قاعد يعيشون فيه كان كبير جدا وقدروا أنهم يتعاملون مع المنتخب اللي رايب وعي تكتيكي كبير نعم وأنا أعتقد أنه يعني كان عنوان المبارات شلون تلعب أمام فريق مدعوم بالأرض وبالجمهور نعم كابتن ثامر عناد يعني مبارات دائماً مفتتاحية يعني تكون يعني في ضغط نفسي على الفريقين وتحديداً أنا أتكلم على المنتخب المستضيف دائماً أو نادرة أن تشوف أن المبارات الفتتاحية فيها متعة أو فيها يعني تشوف مبارات جميلة أمس اللي شفناه شفناه إحنا بداية المبارات ضغط عالي من المنتخب العراقي نعم متسلح بالحماس الجماهيري نعم بس من غير أي خطورة اللي عجبني فيه مبارات أمس أنه المنتخب العماني كان واثق من نفسه وثقيل داخل الملعب وما همتها الجماهير وعنده ثقة بنفسه وعنده يعني حتى الضغط الجماهيري ما تأثر فيه شفنا مبارات متوازناً من الفريقين صح المنتخب العراقي مستحوذ ولكن من غير خطورة حاول المنتخب العماني أنه يخطف هدف يقتل فيه المبارات خاصة في الشوط الأول ولكن شفنا المبارات طلعت صفل صفر وهذا كان متوقع وأنا أتوقع أو يعني أجزم أنه المبارات صفر صفر الفريقين ما يستحقون لا الخسارة ولا الفوز الفريقين يستحقون التعادل وهذا اللي خرجت فيه المبارات أنا ودي نتحدث عن الحالات الفنية اللي يعني طلبتوها من خلال طبعاً نعرضها الآن ونتحدث عنها بشكل فني وممكن الحالة الأولى نشاهدها الآن على الشاشة وهي طبعاً الحالة الضغط العالي للمنتخب العراقي نعم شوف نحن عندما نتكلم عن المبارات مبارات كانت قوية كان المنتخب العراقي يعني حماس الجماهير كان يضغط ضغط عالي جداً على المنتخب العماني شوف لمن يفقد الكرة أو حتى لمن يضغط شوف وين يضغط حتى في مناطق المنتخب العماني وما يعطيه فرصة أن يتجه إلى أرض المنتخب العراقي وكان يقطع الكرة داخل منطقة الجزاء في أول 20 دقيقة المنتخب العراقي عمل ضغط كبير مثل ما شفناه عمل ضغط كبير على المنتخب العماني ولكن ثبات المنتخب العماني خاصة من ناحية الدفاعية كسر كل هذا الضغط هذا اللي شفته أمس أن المنتخب العراقي كان يضغط بأكثر من لاعب ولا لاعبين ولا ثلاث لعبين طبعا هنا يشوف أن تطالع هذه الهجمة خاصة هذه بمبدأ الكل خلف الكرة يعني أن تطالع في الصورة 9 لاعبين لابسين أبيض زائد حارس المرمى هذه 10 لاعبين الآن في عملية تضييق المساحة والمسافة ما بين الخطوط والوقوف تقريبا بمسافة 40 متر شوف الفريق العراق واضح أن الفريق ما كان عنده هدف واحد أنه هو ما يدخل فيني هدف لذلك تجد أن التمركز الدفاعي كان عالي جدا كذلك السرعة والانتقال قابلة له الوعي التكتيكي اللي تكلم عليه أبو عذبي اللي قال لك أن المنتخب العماني تفوق على ذاته ما لعب فقط بس كرة غدا بالمهارة أو بالخطط بل كان عنده وعي التكتيكي يعني عارف يمكن أهم نقطة أنا أقدر أبلورها وأقول سبب النجاح أنه هو الخروج من مناطق الضغط اللي أنا قاعد أن ضغط فيها بأقل الأضرار سواء كان باللمسة السريعة أو الوان تو أو تغيير الاتجاهة في بعض الأمور ساعات أنت لما تيه تضغط الضغط يعني أنت لما تيه تضغط على اللاعب أو على الكرة أو على المنطقة المتوقع فيها هناك ثلاث أمور ومتطلبات الضغط فيها اللي هي القيادة واللياقة وكذلك إشلون أقدر أطلع الكرة يعني إحنا نتكلم عن الفريق العماني إشلون كان عنده قدرة أثناء الضغط قاعد يطلع الكرة الخروج واللعب على رأس الحربة لاحظوا أن معظم الكرات العمانية أمس تمركزت في أن نلعب على الرأس الحربة ومن بعد ذلك الإسناد هذا الشيء أثر كثيرا على المنتخب العراغي أثناء سرعة الهجوم وسرعة الارتداد كان فيه فرق كبير جدا حتى أن العمانيين في بعض أوقات المباراة أتحبوا العراغيين داخل الملعب بهذه الحركة أيضا شاهد الحالة الثانية كابتن ثامر عناد ونتحدث عنها بشكل فني واضح من خلال هذه اللقطة نحن أننا نتكلم عن أن المنتخب العماني واثق من نفسه وثقيل داخل ملعب التنظيم الدفاعي شوفوا المنتخب العماني شون واقع شوفوا التنظيم الدفاعي حق المنتخب العماني أكثر من خمس ست لاعبين ما في مساحات بين الخطوط وقادر أن يحفظ منطقته وكان قوي جدا خاصة في اللعبات الهوائية وخاصة في التحامات كان شوف لاعب وراء لاعب يساعدون هذا يسمونه التنظيم الدفاعي أكثر من أربع إلى خمس لاعبين مع جهة الكرة وهذا اللي شفناه وهذا اللي يميز المنتخب العماني في مباراة أمس أمس كان تنظيمة رائع جدا في الدفاع بمعاذ ولا خطأ الدفاع أمس أخطاءه يمكن ما تذكر عشان تلي طلع في بر الأمام من الشوط الأول أخذ حماس الجماهير وحماس لاعبين منتخب العراقي وكان واثق من نفسه حتى في طريقة دفاعه على منطقته أو دفاع على الكرة أو على لاعب بلاعب كان هو المتفوق وكانت خطوطه متقاربة وحتى خط الدفاع بالكامل حتى من ناحية الدفاعية كانوا منظمين والمساحة بين لاعب ولاعب كانت كسيرة نعم أيضا نشاهد اللقطة الثالثة نتحدث عنها طبعا الآن هذه اللقطة على الشاشة نتحدث عنها بشكل كامل من خلال طبعا هذه اللقطة كتن عبد العزيز يمكن نشاهد الآن يعني المنتخب العراق شوف طبعا أول شيء لو تعيدها لي مرة بس من أول شيء اللي هي كانت الكرة بمعية شنو كانت العراق بعد ذلك الكرة كانت معه في قطع واسترجاع من العمان ثلاثة عملية الضغط في نفس المكان اللي هو نسميه شنو الكانتر بريكس أو اللي هو شنو الضغط العكس شوف القدرة على الاستخلاص في نفس الوقت لما انقطعت الكرة كان في محاولة الضغط فردي أثر ذلك إلا أنه أعاد الكرة مرة ثانية وسط أن المنتخب العماني ما استطاع أنه هو يعدل في نفسه إلا عن طريق شنو شوف هم سبع لاعبين داخل الملعب شوف رجوع اللاعب المحور للكرة مرة أخرى هي اللي من أنجحت هذه الطريقة خاصة في الدفاع نحن نحن نطالع شوف التكتيك اللي واقفين ثلاثة خارج ثمانتعش وخمسة زائد حارس مرمى داخل خطة ثمانتعش هذه ثمان اللاعبين إذن في واحد في أعلى الهجوم وفي واحد نازل مساند إلى الآن ما هو موجود ولكن أنا في رأيي أن الفريق العماني واحد يعني من أهم الأمور النقاط اللي قاعد يشتغل اللي هي الدفاع ما بين الخطوط عندما يدافع ما يدافع بخط ولا يدافع بخطين تلاقي دائما فيه لاعبين يشكلون قواعد كالمثلث علشان يقدر يسترجع ويعرفون وين يودون الكرة في سرعة التحول يانا نحن نطلحها على رأس الحربة وما استخدموها وهي الطريقة المباشرة اللي كانت ناجحة وأدت يعني أدت منتخب العراق وخاصة المدرب كاساس فعلا أمس أنا في رأيي إن الفريق أجاد هذه الطريقة لا أبداي ومعادة نحن لم تكن دقيقة ستة بعد تبديلات الثلاثة تغيرت طريقة المنتخب العراقي للعب على الأطراف اللقطة التي اخترناها التي تكلمنا عنها الضغط العالي للمنتخب العراقي وذهاب الكرة إلى الأطراف وعكس الكرة إلى رأس الحربة بعد الدقيقة ثلاثة وستين كان لعب المنتخب العراقي كلها على الأطراف وعكس الكرات العرضية على رأس الحربة وكاد يسجل فيه هدف أو هدفين كانوا خطرين في هذه اللقطة أيمن حسين طبعاً هو الناس الحرب المهاجم العراقي وكان يعني خطر وكان نعب مباشر حتى على المهاجم حتى نكون يعني إحنا صادقين إحنا لدينا عيب في المنطقة عندنا هنا خاصة في منطقتنا الخليجية هي الدفاع في الكرات العرضية نحن كمدربين لما نعالج هذه النقاط سواء كان الطولي من العمق أو من العرضي أو بشكل أرضي إحنا هنا نقول أنه غالباً ما الدفاع بالكرات العرضية عندنا يسوي لنا مشكلة داخل الملعب لذلك نجد أنه فيه تكتل وهو التكتل هو أقل جودة من التنظيم التنظيم مثل ما قال ثامر تومس أقل الفريق العماني منظم ما قال متكتل المتكتل تسود العشوائية لكن المنظم هناك تنسيق وإيجادة في عملية الدفاع لكن في الكرات العرضية إحنا جميعنا كغاليجيين نعاني كذلك العراق أمس بعد دقيقة ستين حول هجماتها إلى الكرات العرضية لكن أيضاً هو يعاني من الكرات العرضية نعم أيضاً يمكن تحدثت عن مبارات الأولى العراق وعمان والتعادل السلبي ننتقل إلى المبارات الثانية مبارات جماعة ما بين منتخب السعودية واليم في نفس المجموعة الأولى فوز منتخب السعودية بهدفين مقابل لا شيء يعني المنتخب السعودي ظهر بمظهر صراحة جميل يمكن منتخب السعودي المجموعة التي كانت متواجدة هي مزيج ما بين لاعبين المنتخب الأولمبي السعودي الحاصل على كأس آسيا تحت 23 سنة والحاصل على بطولة غرب آسيا الأخيرة في شهر عشرة وأيضا بعض لاعبين طبعا الفوكسين اللي هم طبعا في دور روشن ومزيج لكن ما لعبوا أي مبارات تجربية قبل هذه المبارات هذا أول تجمع لهم نعم بس نفس المدرب اللي خذ فيهم البطولتين نعم ونفس الجهاز الإداري ونفس الجهاز المساعد الفني واغلب اللاعبين كانوا إياه فما يحتاج إلى بطولة أو مباريات تجربية لأن المدرب سعد الشهري لا مدرب ذكي ما يريد أن يلعب مباراة تجربية لأنه عارب فريقا خاضوا إياهم تقريبا يمكن من ثلاث سنوات أربع سنوات هو نفس المدرب نفس اللاعبين نفسه فأنا شبنا أمس الشوت الأول ممتع للمنتخب رغم المنافس أنا ما أروح للمنافس ولكن كمنتخب سعودي صغير قدم مبارات ممتعة جدا جدا خاصة في لعبين الوسط حتى المنتخب اليمني أبو معاد منتخب أول الشوت الأول خطوطة متبعدة وكان غير منظم واخطاء كثيرة وحصلت لا أكثر من فرصة أو فرصتين للتسجيل لو لا سوء الحظ أو حتى مهارة الحارس المرمى أو إبداعة الحارس بس كمنتخب سعودي أنا شفته منتخب ممتاز خاصة في وسط طلب الكرة بين الخطوط اللعب من غير كرة التحرك من غير كرة العرضيات تنوع حتى بالتنوع في الهجمات مرة على أطراف مرة من العمق مرة التسجيل من خارج باللمسة أو لمستين والوصول بأسراع طريقة إلى منطقة جزاء المنتخب اليمني نعم المنتخب اليمني كابن عبد العزيز حمادة يعني السنوات يمكن طويلة مشاهد يعني هناك دوري ما هو بالمستوى العالي قد يكون أيضا في فترات الدوري يكون متوقف ما في مباريات لكن الفريق عسكر في جمهورية مصر العربية لعب تقريبا مباريات مع أندية مصرية وخسر مباراة الأولى بهدفين مقابل الشيء رأيك بما شاهدت من خلال فريق اليمني في هذه المواجهة؟ طبعا دوري شك يمكن أنا في رأيي أن أمس يعني الفريق اليمني قدم مباراة حسب الكفاءة الموجودة لديه يعني حتى لا نهول ولا نهول في الموضوع وهذه إمكانياته بالضبط فريق اليمني عندما يلعب أمام فريق السعودية يعني أنت لازم تعرف أن المباراة ستكون عالية للسعود دائما نحن في عندنا السعودية بمن حضر رغم أن السعودية يتكون فريقة من ثلاث فرق فريق اللي كان حاضر في عوزباكستان الفريق اللي كان حاضر في الدمام اللي لعب غرب آسيا وكذلك الفريق بعض اللاعبين اللي انضموا مؤخرا لهم إيجاد التوليفة المناسبة كانت جدا يعني عالية نعم فريق كان قوي قابل في بعض بعض الفترات المباراة التكتل شوف اللعبة اثنين مقابل ست سبعة زائد حارس مرمو لما عيد أنا مرة ثانية واشوف هذا التكتل الدفاعي بس فقط يريدون القطع والاسترجاع أو التشتيت أنا في رأيي أنه أدى مباراة أمام فريق غير متوقع أنه يظهر في هذا الشيء وهذا الشي المفاجئ بالموضوع كله اللي فاجأنا أمس يوم أمس أننا قلنا خلاص هذا المنتخب السعودي راح نشوف فريق أقل جودة نعم فاجأنا أننا شفنا فريق أولا رتم عالي داخل الملعب اثنين حتى الآن في رأيي المتواضع أنه هو أفضل فريق في الجولة الأولى سرعة التحضير يعرفون وين يودون الكرة اللعب بين الخطوط وهي واحدة من أهم المميزات اللي الآن والاتجاهات التكتيكية اللي قاعد تضرب فيها الفرق المنتخبات الأخرى خير دليل الهدف الهدف الأول الهدف الأول نحن يمكن معنا لقطة حالة اللي هي الحالة الأولى اللي هو الهدف منتخب السعودي الأول اللي سجله الكرة سمحان نابت نشاهدها ونحدث عنها بشكل يعني جماعي نشاهد الحالة ونتكلم عليها الحالة الأولى واللي هو هدف المنتخب السعودي فعلا يعني دائما دائما المنتخب السعودي نعم اسمه قال بو محمد دائما يطلب اللعبين خاصة صناع اللعب يطلبون الكرة خلف المحاور أمام قلوب الدفاع هذه المساحة هذه الصغيرة وكانوا يجدونها أكثر حتى قبل الهدف كانوا يجدونها وكانت عندهم فرص خاطرة شوف شنون السلم الكرة وين وين راح اللاعب السعودي شوف أمام قلوب الدفاع وخلف شوف أمام قلوب الدفاع وخلف المحاور وتزديدها بمهارة ولعبها بزاوية هذه طريقة المنتخب السعودي اللي قالها عن ابو محمد أن يمتازون باللعب بين الخطوط وهذه الميزة صعبة على أي منتخب يلعب بين الخطوط بس مدرب المنتخب السعودي سعد الشهري ذكي شاف خطوط المنتخب اللي بمتباعدة استغل البعض بين الخطوط وقدر أن يسجل الهدف الأول حتى ضربت الجزاء الهدف الثاني هم من العمق بين الخطوط أنا أريد أن نعيد الهدف ونتكلم عنه بشكل أكبر يعني نلاحظ الهدف يعني صراحة يعني هي طبعا سبع تمريرات حتى الآن سبع أهدف منهم اثنين بلنتيين لكن أنا في رأي أن هذا الهدف وهدف البحرين الثاني نعم شمل تكتيكية شوف عند معاي واحد من وين عملية التدوير من اللي قاعد شوف التحضير من اللي قاعد يحضر شوف في بطء هنا شوية نعم عشان التحضير هنا بدأ البناء أسرع صح هنا السرعة زادت الآن اتخاذ القرار شوف اللاعب اللي قطع فوق راس الحربة اللي أوجد المسافة اللي رفع إيده هنا الاستلام واتخاذ القرار نعم وبعدين نوعية التزديدة في تزديدة التزديدات اللي أنت قاعد تسدد صح ترى هي نتاج مؤشر عقلي يعطيك حسب الرؤية والموقف اللي أنت شبته الحارس واقف في النص رح تكون أكثر تركيز نعم علشان تلعبها بشكل لاب هذا ما حصل لو نشوف إحنا اللاعب شلون خذ القرار وهو وأيضا كذلك جاسم الشيخ نعم لاعب البحرين صح رح حدث عنها نعم لكن التصويبة ما كان فيها قوة لكن عفوا التزديدة نعم قائد الغامضي المهاجم هو اللي قطع أوجد المسافة قطعه أوجد المساحة مساحة ولي اسمحها نابس لكن لازم تتكلم على الباك الشمال نعم هو اللي خذ القرار صحيح وسرعة الترجمة الفورية لما شاف المهاجم رفع الغامض نعم لإيده اللاعب صغط اللاعب رغم عشرة صغط للخلف هني أنا كباك خذيت القرار ولعبت كرة بقوة شوف القوة ترى القوة سريعة حتى عملية السيطرة على الكرة صحيح كانت جدا جدا موازية للحركة وينم على أن اللاعب عارف ومحظر شو اللي يبيه أنا اللي أقصده التحرك اللاعبين بدون كرة يعني لاحظ التمرير الآن رفع ايدك نعم شوفوا ممعاد تم لاعب يتحرك من كرة مو بس قلب الهجوم تركي العمار رائد كل يتحرك يخلق وخلق المساحة هدف يدرس هدف جميل لكن ما شاهدنا الدفاع يعني أعطى أعطى فرصة أعطى فرصة لنلعب الخطوط هي مباراة واضحة من الشوط الأول أن خطوط المنتخب اليمني بعيدة عن بعض المدرب المنتخب سعد الشهري كان يلعب على الأطراف أعطى الأمر أن يلعبون بين الخطوط وهم يمتازون فيه المنتخب السعودي حتى الهدف الثاني راح نشاهد أيضا الهدف الثاني يمكن اسميحان نابت ما شاء الله يعني هو أخذ أفضل نشاهد طبعا الحالة وكثيرا ما يتواجد بين الخطوط اسميحان نابت وعداء الجهيل لكن خلق نشاهد طبعا هذه الحالة شوف للمنتخب السعودي ضغط عالي نعم شوف اللعب وين بين الخطوط شوف اللعب وين شوف متمكنين في هذه المنطقة لاعبين عندهم مهارة ذكاء يلعبون الون تو وقتلك يلعبون من لمسة أو لمستين هذه يمكن حالة ثالثة أو الرابعة من العمق بالضبط 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 لأنه يملك المهارة ويملك يلعبين الخطوط حتى تحت الضغط لمسة أو لمستين شوف لعب شوف الكرة الثانية الضغط حصول على الكرة لمسة لمستين لمسة لمستين وصلت ضربة جزاء هذا اللي يمتاز فيه المنتخب السعودي سرعة اللعب حفظ أماكن اللعبين الون تو أو الون ثري والمهارة عندهم مهارة اللعب بالأماكن الضيقة وهذا اللي شفناه أمس ونفس طريقة الهدف الأول جاء لضربة الجزاء من العمق مثل ما قلت فيه ثلاث هجمات أو أربع فرص هم من العمق هم اعتمدوا يعني بشكل بس بمعاذ هذا مو من قياس الشوط الثاني المنتخب اليمني كان أفضل وقدم مباراة كبيرة وضع أكثر من فرصة صحيح خنشاهد الحصائية ونتكلم عليها أيضا كابتن عبد العزيزي الحماد ممكن حصائية المباراة ما بين الفريقين شاهد تسديدات على المرمى المنتخب اليمني أربع تسديدات سعودية ست تسديدات الركنيات خمس للسعودية ركنيتين للمنتخب اليمني العرضيات عشرة عشرة التمريرات سبعمية وواحد ثلاثين تمريرة للمنتخب السعودي مية واربعة وتسعين تمرير المنتخب اليمني الاستحوات مانو سبعين للسعودي التمريرات نتكلم على لمسة لمستين أبو محمد لمسا لمستين ما في أحد بس تركي العمار تركي العمار لاعب مهاري يحب يحتفظ من كرة عشر لاعبين غير حارس المرة وتسع لاعبين غير تركي يلعبون من لمسا لمستين حتى في بناء الهجمة من الخلف بسرعة موسلبي يلعبون داخل أو مباشر يلعبون الاستحوات داخل الملعب نعم أيضا تحدثنا عن برات السعودية واليمن في المجموعة الأولى وفوز السعودية على المنتخب اليمني بهدفين مقابل لا شيء نتحول إلى المجموعة الثانية واللي اليوم لعبت مبارياتها المباراة الأولى جمعت ما بين حامل اللقب المنتخب البحريني أمام المنتخب الإماراتي وفوز بهدفين مقابل هدف للمنتخب البحريني كنت نعم بالعزيز حمادة يعني حامل اللقب اليوم بداية مميزة من خلال ثلاث نقاط أمام المنتخب الإماراتي طبعا أول شيء نقول مبروك للمملكة البحرينية وهذا لكي أخواننا في الإمارات اليوم المباراة بصراحة الأمان أنا كنت خائف من قبل المباراة على الإمارات هليو سوزة يعني تماما أهمية أن النجومية تكون داخل الملعب استبعاد اللاعبين من قبل المباراة أعتقد هذا شيء كبير جدا فيه إبعاد يضعف الفريق وفيه إبعاد يزين الفريق أنت تتكلم على علي مبخوت شوف لا أول شيء بتكلم عن هليو سوزة بعدها بتكلم عن شيء اسمه مدرب الإمارات طبعا أنا عارف أن علي مبخوت هو الهداف التاريخي ب12 هدف لهم علي مبخوت لمنتخب الإمارات واستبعاده شيء كان عليه 13 خط أحمر لكن حجم اللاعبين اللي هليو سوزة أصر أن يروح بسترايكر واحد كابتن ثابر وأعتقد لا أنت ولا أنا نقدر نسويها ليش؟ أنت رايح وقعد تلعب مع مستويات أعلى أنت تحت ضغط كبير جدا سواء أن كنت في المباراة الأولى أو أنك أنت الشارع الرياضي مراضي عليك هناك بعد الاستبعاد هو أبعد محمد الرميحي أبعد إسماعيل عبداللطيف أبعد هداف الدوري لموسمين وراء بعض مهدي عبدالجبر طيب أنت مات بيهم مهاجمين معناته الطريقة اللي احنا دايما نقوله هو يلعب طريقة التكتيكال البردازيش اللي هو التكتيك الفتري اللي هو في فترة معينة من المباراة ينتاز فيها البرتغاليين هم هذولي أتباع موريني وموريني وأيضا كذلك وكيروش كل هذولي يتبعون مبدأ اللي هو التكتيكال البردازيش اللي هو لحظة معينة بالمباراة نلعب على راس الحربة بعد ذلك مسانة دغوية نخلص الهجمة أو كرة ثابتة تخلص للمباراة الأوفر والأفور اللي نحن نلعب نفس المنتقب السعودي الأداء الجمالي داخل الملعب نملك الملعب نوسع الملعب نعرض الملعب ما يسون شديد البحرانيين البحرانيين على طول واحدة ثنتين واللعب بالأسلوب المباشر على راس الحربة بعد ذلك في أثنين ثلاثة عارفين شكرا يسون لذلك أنا في رأيي أن مغامرة كبيرة اللي سواها اليوم هي بدون لذول المهاجمين لكن بس من المهاجم عبدالله يوسف أنا ما قلت لك اللعب ما قلت لك سمع لعب تضيف لعب أساسي ولا قلت لك المعي ولا قلت لك هداف الدوري الموسمين أنا أقصد ممكن طبس أقصد أن المهاجم الموجود اليوم طبعا عبدالله يوسف لعب لعب كبير لعب كبير ويعرف يجمع محطة هجومية ويجمع ربعة وحتى من ناحية الدفاعية تشوف هو الواحد يدافع لا تقول من اللاعب المحترفين على لعب الشامبيز لا أتعالى على فريغي تحس أن يثبت نفسه أن مهاجم قوي وفعلا عدى إمكانيات المهاجم الأفضل يعني لحد الآن بعدي من خلال رؤيتي اليوم بالمباراة أنا عارف أنه اليوم لعب طريقة أربعة واحد أربعة واحد لكن عجبتني حركة جدا يضرب فيها اللي هو يخليها أربعة اثنين ثلاثة واحد متة لما يفشل علي حرم في القدرة على السيطرة وإيصال الكرة للمهاجمين يرد كمين الأسود وين يروح يرجع لورا وبالتالي دائما يسويها داخل الملعب في الشوط الأول عديت لي كثم مرات إذا ما يقدر يطلع بالكرة أثناء الضغط على طول تلك يكميل وين يروح ينزل يقرب المسافة بينه وبين علي حرم وبالتالي يبدون عملية التحضير لكن ما اليوم اللي أنا شفته أن هذا المنتخب عنده بصراحة الأمانة فاهم ومتشرب كرة غدم بشكل حقيقي بس أول 22 دقيقة الإمارات كان أفضل وكان مستحوذ وكان قابق أوسين أودنا أن يسجل من أخطاء دفاعية خطائين في خمس دقائق يعني حصلت له فرصتين لنتزيل وعندما قلنا كيف يقول وهو نحن قلنا كيف يقول صح؟ نعم الطريقة مالتا وافحة كيف يقول شوف عدد اللمسات الانتشار اللي قاعد يسويه داخل الملعب هليو سوزة وإحني يبي يفاجههم في لحظة معينة في صعود الكرة وهو عارف خاصة الهدف الثاني اللي تقول وما تجاسب الشيخ أنت قاعد طالع أن الفريق كان في ناحية وكميل كان في ناحية كميل الأسود كان في ناحية علشان شذي أقول لك صراحة للأمانة الفريق عنده تكتيك معين وحافظ وعارف شنو يبي منه المدرب صحيح شتان ما بين هذه المرة وما بين 2019 عندما كان في أربيل وخذك غرب آسيا وبعد ذلك الحقها في شهر 12 في شهر 8 في أربيل غرب آسيا وشهر 12 في قص الخليج حصل عليهم اثناناتهم ولكن كانت الطريقة غير ولكن الآن في مستجدات كثيرة جدا هذا الهدف هذا نتكلم عن الهدف نعيد الهدف ونتكلم عنه يعني أيضا كنت تكلمنا عن هدف نعم تكلمنا عن اسميحان نابت الهدف نفس الجاسم الشيخ الجاسم الشيخ أيضا المنتخب البحريني حتى بعد تزليل الهدف استحوال عن برد يقال ينقل الكرة من الشمال لليمين وعنده نقلات بس أنا اللي عجبني في المنتخب البحريني أنه ما يسوي استحوال سلبي دائما في منطقة الخصو دائما يعمل حتى قريب على منطقة الجزاء إذا حصلت له فرصة للتزليد بس ما حصل بالهدف كان بها ولكن كان دائما يستحوذ على الأطراف ويرجع على منطقة الخصو وفي منطقة الجزاء حتى لو تنقطع الكرة منه هي مخطرة في ملعب الخصو وهذا اللي عمله حتى بالهدف شفنا نقلة نقلتين ثلاث كسروا الكرة إلى الداخل وتزيل الشيخ هدف ممتع مع تزديده وتصويبه متقنة لافع الكرة وسجل هدف الثالث بمعض إذا سمحت بس تعيد لي الهدف بس عشان نقلة مع كميل لاسود كبعا إذا يعيدونا الهدف لو سمحت بس تعيد تعيد الهدف عملية اتخاذ الغرار شوف عملية اتخاذ الغرار كميلش قاعد يسوي بعد القطع اللي خداه وهو رايح للعمق تخيل لنا كلنا أنه راح يلعبها بالعمق صحيح وهو ما لعبها بالعمق ليش؟ لعبها مهاري شوف الهدف الهدف شو اسمه؟ الهدف الثاني هو قاعد يلعب بالكرة وهو واصل عند العمق لكنه كان فيه راية وما أخذ قرار أنه راح يودي الكرة جهة الشمال حتى أنا يعني وقع الطالق هيقول ليش وديتها بهذا الشكل واضح أن الجملة تم التدريب عليها لأن اللعب الباص والدخول من الخلف خل المكان فاضي كذلك رجوع رجوع دفاعات الإمارات بقصد الخوف من التسجيل أعطى الهدف أحد جاسم اللي دخل من الخلف نعم علشان شذي أقول لك القول كان عبارة عن لوحة فنيان أعطيه درجة أعلى من هدف المنتخب السعودي بقليم لأنه كان فيه شغل خاصة نحن قلنا كميل للاسود خذ جائزة أحسن اللعب يستاهل نعم ولكن اللي سواه خاصة في هذا الهدف كان حسن قيادة وإدارة رؤية عالية نعم أكيد من أجمل الأهداف صراحة أكيد وهذه اللغطة بالمعاد يعني 38 نقلة تمريرة دقيقة 38 أو 24 نقلة بعد الدقيقة 23 سيطر المنتخب سيطر المنتخب البحريني هذا الباص طالع وين راح هو الآن بالعمق اختار أن يلعب في هذا المكان شوف المكان اللي سواه شوف الدخول العلوي من هناك هنا نحو الأطراف خذ سحب معا اللاعب فبالتالي نوقف شوية نعم من المنطق جدا أن المحور الوسطي يروح على اتجاه الكرة وعلى المدافع اللي عليه التأثير شوف وين وين تحرك اللاعب اللي بالنص لابس أبيض شوف مع الحركة وين راح عملية التحريك هذه كلها إيه يا بن أو جدت حق جاسم المساحة نمشيها ونطالع شوف السهم الأصفر المكان المتوقع له وصول الكرة الرجوع مرة أخرى نحن نكشف الملعب نحن نكشف الملعب تماما اثنين ضد اثنين الدخوله بحرية شوف هنا الدخوله بحرية اختيار نوعية معينة بالتزديد فتح ريولة ولعبها مثل ما نقول لعبها بشكل دائري وبالتالي القول أصلا كبر على حارس المرمى الحارس المرمى ما يسأل نشاهد إحصائية المباراة ما بين منتخب الإمارات والمنتخب البحريني نتحدث عنها كابتن ثامري ما شاء الله نشاهد هذه الإحصائية أربع تسديدات للمنتخب البحريني ثلاث تسديدات للمنتخب الإماراتي خمس ركنيات للبحرين أربع الإمارات سبع تاعش عرضية للبحرين خمس تاعش للإمارات متغاربة أبو معاد في الاستحواض طايفين هم يعني الاستحواض الإمارات خمسين البحرين ثمانية وربعين يعني متغاربة النساء متغاربة أنا أشوفها مباراة يعني تكتيكيا متوازنة كان 22 دقيقة الإمارات كان الأفضل بكل شي المنتخب البحريني عرف يسيطر وسجل هدفين وريح رد المنتخب الإمارات وسجل هدف عنوان بس تسمح أقول على هذه الإحصائيات الاستحواض لا يعني أنك أنت راح تأخذ ثلاث نقاط الفريق اللي عنده وعي تكتيكي أكتر والفريق اللي يقدر يتعامل مع هذه الأمور هو من يأخذ ثلاث إذن ننتقل إلى المباراة الرابعة المباراة منتخبنا وخسارت أمام المنتخب القطري بهدفين مقابل لا شيء أكيد راح نتحدث عن هذه المواجهة والبداية كابتن طبعا أبدأ معك كابتن ثامر عناد يعني البداية من التشكيلة تشكيلة منتخبنا يعني اليوم تشكيلة منتخبنا شاهدنا في المباراة السابة مهدي باك شمال اليوم نشاهده باك يمين مشاري غنام تواجدك باك شمال في طبعا دخول عبدالله الفهد عدم تواج ما لعبنا عدم تواجد فواز عايد عدم تواجد شبيب الهاجري شبيب الخالدي عفوا وعدم تواجد علي خلف نعم وفهد الهاجري وفهد الهاجري يعني وهذه التشكيلة يسأل عنها المدرب نحن تفاجأنا بس ما ندري شنو وظروف المنتخب بس تغير المنتخب بعد نزول التبديلات الأربعة نعم نحن نزلهم شفنا نوعا ما في خطورة يعني نحن شوط قبل تبديلات ما شفنا ولا فرصة للمنتخب الكويتي أمانة يعني المنتخب القطري منتخب محترم فرض احترامه لعب على قد إمكانياته يلعب زون منطقة ويلعب على الكرات المرتدة ويلعب الكرة السهلة من لنسة لنسة اليوم شفنا المنتخب الكويتي أخطاء كثيرة في التبريغ حتى في الانتحام حتى في قطع الكرة يمكن سلطان العنزي شال شال تقريبا كل وسط الملعب من ناحية الدفاعية كان هو هو الوحيد اللي يدافع صح في وسط الملعب حتى لو كانت عنده أخطاء ولكن كان بمفردة اللعبين الوسط حتى من ناحية الدفاعية ما شوف إلا سلطان من ناحية الهجومية ما شوف خاصة في شطلول بس إبراهيم كميل ما فيه مساندة من لعبين الوسط مباراة للنسيان أنا واحد من الناس إن شاء الله نعوض من مباراة القادمة كأول مباراة نحن متوقعين فريق أول مرة يلعبون للأغلب مع بعض لعبيننا صغار نتمنى أن الأخطاء هذه يتصلح في المباراة القادمة وأنا أثق في منتخبنا للكويت وأثق في لعبيننا أنه عندهم أفضل من اللي يقدمون المباراة اليوم أنا ودي أدخل بالحالات الفنية عشان نعطيها حقها ونتحدث طبعا نشاهد أولى الحالات الفنية كابتن عبد العزيز حمادة هذه الدقيقة 16 وبطء في التحضير لمنتخب الكويت طبعا دون شكل إحنا اليوم شفنا صراحة صراحة شكل الفريق اليوم من البداية عملية الدخول بهذه التشكيلة الغير موفقة بالتشكيل تضعف حظوظك من إيجاد حتى أنك تلعب أنت مباراة جيدة فبالتالي رح تفقد الكثير من الرتم داخل الملعب وبالتالي تكثر أخطائك قلياقتك نتيجة أنت دايما الكرة فاقدها نأتي إلى هنا طريقة الاستحواذ هو الاستحواذ اللي قاعد نسويه احنا هنا يشوف فيه فرق كبير بيننا وبين باجي الفرق منتخب السعودي كم تشدد أيضا المنتخب الغطري قاعد يسوي علينا بعض الهجمات التكتيكية شوف اللعب الطويل ليش قاعد ألعب طويل لأن أنا قاعد ألعب بمحور واحد وقاعد ألعب بحمد الضفير وعبد الله الفهد أثنيناتهم أنا في رأي أنك أنت كمدرب ما توفقت بالتشكيل لأنها ضعفت حظوذك بلعب مباراة جيدة هذا واحد أثنين ما نختلف أن المدرب في بداياته فالمفروض تكون أكثر تأمير نعم أكثر أنت لعب ثلاث مباريات سنتين بدبي ووحدة في العراق نعم وبالتالي يجب أن أنت تعرف أن هذه بطولة لها لها تفاصيل أو لها مواصفات خاصة فبالتالي أنت شيء يصير عندك لازم يكون عندك بعض الذكاء الكروي اللي أنا أقدر على الأقل أقول حق الجمهور أنا مسكر بس ما رح أخسر المباراة الشوط الثاني أقدر أنا من خلال أن أنا أقدر أسوي ثالث شيء هو الأهم الواقعية نعم يقدرب جداً ما كانوا واقعي الواقعية بعيدة جداً الثلاث مباريات أو الميتين وسبعين دقيقة اللي لعبها أبعدت شبيب أبعدت فهد الهاجري جعلت من سلطان يلعب بمحور واحد نعم جعلت إبراهيم كمير وإبراهيم كمير هو واحد من أحسن اللاعبين اللي عندنا جعلت عيد مباراة والثنين يلعبون بعشوائية وبفردية بروحهم ليش؟ لأن أنت المدرب المفروض تكون لهذه المباريات أكثر واحد ثبات ذهني فيها وعارف أن المباريات مات الخليج أمام الفريغ اللي يفوقك يجب أن تلعب بمحاور حتى تسكر لأن أنا عارف أنه دفاعي ما يقدر يشيل هذه المبارات فبالتالي مهما أسوي داخل المبارات هو مجرد تصحيح وتصليح للخطأ ما بريد أقول خطأ الاجتهاد يعني الغير صحيح اللي أنت زويت ألعبت بمحور لكن أنا متأكد أننا عندنا لاعبين وكذلك المدرب رح يرجع مرة ثانية نشاهد اللقطة الثانية كابتن تامر عناد وهو طبعا هدف قطر الأول هو مشكلة فريقنا هذا نفس اللي نقول لما تنقطع الكرة شوف الكل بعيد عن الثاني يعني حتى في استرداد الكرة لازم يكون عندك قتالية انقطعت نسمة عمل المنتخب القطري شون قطع حملك بقتالية أنت ما يصير تخليه وتركض وراه ولا حتى حاولت أنك تقطع الكرة من وسط الملعب ليه منطقة الجزاء المنتخب الكويتي ولا لاعب قدر أنه يقابل أو يقطع الكرة ما في قتالية في قطع الكرة أو حتى في الكرة الثانية أبو معاذ نعم حتى باللقطة الأولة لما نتكلم على التحضير تحضير سلبي يا أخي انت لما تحضر سلبي وين الوسط لازم الوسط يكون قريب على الدفاع عشان يبني الكرة حتى لما تلعب الكرات المباشرة حق إبراهيم كميلا لازم الوسط يساند إبراهيم احنا نشوف تلعب الكرات المباشرة حق إبراهيم ينزل ما كحد أو يسكن الكرة ويفتر ما في مساندة هجومية فهي مو مشكلة لما تبدل إبراهيم بين الشوطين مو مشكلة المنتخب بس على إبراهيم مشكلة على سيستم معين على طريقة لعب على تحركات لعبين ما نشوف من لعبين الخطوط متباعدة لعبين الوسط لا يساندون الدفاع بس سلطان ولا يساندون إبراهيم أو حتى شبيب لما نزل فالمشكلة كانت في خط وسط للكويت أيضا شهاد الحالة الفنية الثالثة كابتن عبدالعز حمادة نتكلم عنها وهي طبعا الآن على الشاشة طبعا ضغط سلبي من شوف خالد وين رأيك شوف خلوج خالد إبراهيم يمكن فيه هذه مو بس هذه الحركة حتى أعتقد الشوط الأول مرتين فبالتالي فيه أكيد خلال خالد قال يضغط من أنه هو السنتر بارك خلب الدفاع إلى مناطق عالية تبعد عنه ثمنتعش خمسين ستين متر يعني ما أخذ مهمات الوسط لا أخذ مهمات تركيز ذلك هذا الشي يعطيني أن المدرب في توليفته اللي هي المطلوب منه إيجاد توليفه مناسبة أن خط النص لا يعمل لذلك تجد أن النص خط الدفاع شكرا يسوي يقوم بإرسال الكرات وقعد يصعد بمناطق عالية يدافع فيها وهذا الشي ما هو مطلوب منك كمدافع يعني خالد إبراهيم اليوم كابتن المنتخد ترى لما خالد إبراهيم يضغط ويضغط في مناطق عالية بشكل فوضوي هذا مو من خالد لا ما الأمور اللي دفعت خالد إبراهيم إنه يزوي معناته خط الوسط ما كان يعمل بهذا الشكل هذا واحد أثنين إرسال الكرات الطويلة أنت كل شوي قاعد تلعب كرات طويلة سواء كان كان إبراهيم كميل ولا كان شبيب الخالدي شنو معناته أنت لغيت دور دور خط الوسط يعني أنت الوسط بس عندك بس يدافع بس ويسوي فولات وين مرحلة التحضير وين البناء علشان شذي أقول لك إحنا يعني قصنا إننا نكون أكثر واقعية المدرب إلى الآن عمره ثلاث مباريات فقط في ملاعبنا يمكن هو ما شاف المباريات بالشكل الكافي مالت الدوري لكن أنا متأكد أن فيه عناصر اليوم مستبعدة أو كانت على دكة الاحتياط تعطيني توازن داخل الملعب أيضا شاهد الحالة الرابعة هدف قطر طبعا من ركلة جزاء كبتن ثامر ناد يعني شاهد إنت نشوف كم لاعب من المنتخب قطر وكم لاعب من المنتخب الكويت هذا اللي ما نقول إحنا فوضى صارت فوضى ماكو أحد يتحرك في مكانه شوف كم لاعب حق المنتخب الكويتي وكم لاعب المنتخب القطري مو مشكلة العدد خالد إبراهيم صعد مو مشكلة العدد بمحمد مشكلة شون تحرك شون أنت تدافع يعني صارت فوضى شوف شوف كم لاعب لاعب واحد إحنا ثلاثة كبتن ثامر ممكن أصلك سؤال من المفروض يواجه هنا هنا الوسط المتأخد شوف خالد إبراهيم اللي رايح له شون معناته تدري خالد إبراهيم حتى باللغطة الأولى أنا أقول هذا اللي عمل الضغط العالي اللي شبناه اللغطة اللي قبل هذه أقول برافو خالد إذا كنا نضغط ضغط عالي إحنا ضغطين ملعبهم يضغط خالد بس إحنا مقعملنا ما نضغط ضغط عالي خالد قال يستخدم دور اللعبين الوسط اللعبين الوسط قال يضغط بروحه ويضغط رايح للملعب الخصم وتارك مكانه في واحد اثنين ثلاث اربع اللي يضغطون هالمكان في اثنين ثلاث اربع كل واحد خالد محمد إبراهيم من اللي شافه خذ دور اللعبين الوسط مشكلتنا اليوم ليس مشكلة إبراهيم كميل ولا خالد محمد إبراهيم مشكلة تنظيم ومشكلة أدوار ومشكلة خط وسط كامل ما يساند بالهجوم وما يدافع مع المدافعين نشاهد أيضا طبعا حالة الخامسة خسرانين اتنين شوف التحضير أبو محمد شوف نصف ملعبهم شوف الكرة وين تروح شوف شوف الكرة نحن المفروض نزيد العدد شوفRep dawas شوفاي شوف mientras دور هذه اللحين تحضيرها وchyli نحن خسرانين لازم ننفذ ردة تطعن لنا أكبر وأقوى شوف ردة نصف الملعب لازم هذه تكون لنا فرصة هذا المفروض اللي يطالع المباراة 1-0 لنا نحن نموت اللعب شوف وين تروح بعد بعد يعني شيء من داخلك تقول كأن اللعبين فيهم شيء ما يصير احنا خسرانين وقالت تلعب 5-16 نقلة بملعبك واخر دقايق وخسران 2-0 شوف أبو معاد للحين قاعد يحضرون تحضير بطيء لا لاعبين الوسط نازلين يستلمون عشان يبنون هجمة ولا لاعبين الدفاع يكملون بالكرة يأخذون على الأقل مساحة أكبر لحد الآن نفس الشيء وين دور لاعبين الخبرة هل استفدنا من تواجد لاعبين الخبرة لا المباراة اليوم أبدا أبدا ما شفت لا تستفيد شوف عشان أنا أقول لك ما نريد نتكلم بشكل المدرب المفروض بعد يبيله ما نريد نحكي عن المدرب اليوم ما نطلع أقول لك المدرب ممتاز بعد سبعين ثلاثة يطلع موزين شوف أنت واصل لثمانتعش شوف نتكلم نحن نتكلم كمدرب كل ما بديت بعيد عن الواقعية كل ما يحصل داخل الملعب هو مجرد إصلاح للخطأ اللي أنت قاعد تساعد تلعب بمحور واحد هذا اللي قاعد قوله تستحمل كلامك صح ناقصنا القيادة ما في قائد اليوم أبدا ما في قائد ما في قائد يسرع الرتم ويخفض الرتم وينظم اللعبين نوقف عند بدر مطوعة حتى لا لا نوقف لا 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 نوقف أنا سأقول لك لازم في قيادة صعب التعويض لذلك الناس الناس حتى الآن قاعد تتكلم أوكي لماذا تبدر مطوعة أنا أقول لك لماذا تبدر مطوعة لكن اليوم فقدنا الغيادة صح ولا لا نعم فقدنا الغيادة داخل الملعب سواء كان بكرة أو بدون كرة بمعاد المدرب مو ملاق ممكن يخطئ بس في لعبين خبرة ناس ما قلت ممكن يصححون داخل الملعب من غير تبديلات من غير كلام تدخلاتها في شوضة ثانية كانت إيجابية ايه شفنا احنا المستوى أفضل نوعا ما ما أقول لك مستوى لا فارق بس أفضل نوعا ما وصلنا للمرمى هددنا شفنا قطع كرة شفنا المساندة شفنا أنا أول مرة لاعب الوسط أشوف منطقة ستة فواز عايض منطقة داخل المرمى داخل المرمى ما شفت الشطور نحن نشاهد الإحصائية بس نتكلم عنها إيضا إحصائية مبارات الكويت وقطر هذه الإحصائية تسديدات على المرمى ثلاثة لمنتخبنا خمس تسديدات لمنتخب القطرة ركنيات ست ركنيات لمنتخبنا ركنية لمنتخب القطر العرضيات 13 عرضية لمنتخبنا 9 عرضيات لمنتخب القطري التمريرات 532 لمنتخبنا 349 الاستحوات 57 لمنتخبنا 43 لمنتخب قطر هذا الاستحوات اللي قلت لك تحضير بطيء أنا أقدر أسوي 100% استحوات سلبي نعم تقعدنت وراء ألعب 15 16 17 تمريره وبطيئة بطيئة أخذ الاستحوات لكن اللعب فعلي ما شفنا ما شفنا اللعب فعلي إلا بعد التبديلات بعد نزول شبيب بعد نزول فواز بعد نزول حباجية بعد نزول فيصل زايد شفنا نوعا ما المنتخب شوية تحرث عموما أكيد أتمنى لمنتخبنا في الجولة المقبلة كل التوفيق أنا ودي يعني نشاهد غدا راحة في البطولة الجولة الثانية سيكون هناك أيضا مواجهات غدا يوم الأحد راحة والأثنين تنطلق الجولة الثانية طبعا للمجموعة الأولى وأيضا يوم الثلاثة إن شاء الله للمجموعة الثانية هي مجموعة منتخبنا أنا أشكر ضيوفي داخل الستيديو الكابتن والمدرب الوطني عبد العزيز حمالي شكرا لك شكرا لك وأيضا كل شكر لمدرب الوطني لكابتن تامل عبد شكرا لك شكرا لك حبيبي وصلنا لختام طبعا حلقة هذا اليوم غدا حلقة جديدة وبرنامجكم متكتيك إلى ذلك الحين أترككم بحفظ الله ورعايته مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر